السلام عليكم مشاهدين مرة تانية لسا مستمرين معاك وعلى الهواء مباشرة لحد وحدة ظهرا في حلقة خاصة جدا عن افتتاح قناة السويس وعن الحدث التاريخي اللي احنا بنشاهده النهاردة بعد 146 سنة من الافتتاح الاول النهاردة الافتتاح التالت لكن هو الحفر التاني لانه الحفر الاول للقناة كان من سنة 1859 ل 1869 وده طبعا القصة المشهورة لما المهندس الفرنساوي للي سيبس جاء للخديوي اسماعيل وقتلح عليه المشروع واتحفرت القناة في عشر سنين الافتتاح التاني بعد 146 سنة النهاردة 6 اغسطس 2015 والدنيا كلها عينيها علينا بنغير خريطة الملاحة البحرية بنغير تاريخ الكرة الارضية بنحفر اسمنا مرة تانية واعتقد انه كل مصري لازم يبقى فخور بالحدث ده لانه بيمسه بشكل رئيسي وبيمسه جدوده وبيمس عياله اللي جايين في الفترة اللي جاية خلونا نتكلم عن طريق قناة السويس تحديدا والافتتاح الاول والافتتاح التاني سنة 75 لما السادات افتتح القناة بعد الحرب لانها كانت مغلقة والافتتاح التالي نتكلم عنها تاريخيا من كل الجوانب مع ضفنا دكتور راضي محمد جودة عضو مجلس إدارة الجماعية المصرية للدراسات التاريخية صباح الخير يا دكتور ومناورنا اهلا مستنى الاول انا على حد معلوماتي ان احنا كمصريين مصريين القدماء كانت عندنا قناة كده اسمها سيزوستريس كانت مشروع مبدأي كده يعني على غرار قناة السويس لكن بعد كده عملنا القناة حضرت لو تكلمنا عن بداية قناة السويس ننتدي من سيزوستريس ولا ننتدي من الحفر ايام الخليس معي هو موقع مصر الجهرافي على مر العصور جعل حكامه على مر العصور يفكرون في وصل البحر المتوسط بالبحر الاحمر الفكرة بدأت مبكرا جدا منذ العصر الفرعوني واول من فكر في هذا المشروع كان من حتب الاول ولكن بدأ التنفيذ بالفاعل في عصر الملك سنوسيرت الثالث وهو من الاسرة 12 من الدولة الوسطى القديمة وسميت القناة بقناة سيزوستريس وذلك عام 1887 قبل الميلاد استمرت هذه القناة مستمرة مفتوحة الى عام 610 قبل الميلاد ولكنها اغلقت او نقدر نقول ردمت ولكن اعيد افتحها من جديد او نقدر نقول فتحها من جديد في عهد الخليفة عمر بن الخطاب مكان ول على مصر عمر ابن العاص وسميت القناة هنا بقناة امير المؤمنين ايضا استمرت الفكرة مستمرة لكن فترة امير المؤمنين كان فيه فكرتين فكرة بطريقة غير مباشرة وفكرة بطريقة مباشرة لكن اللي نفذت كان الطريقة الغير مباشرة استمرت القناة مطمسة المعالم او نقدر نقول متروكة لفترة طويلة الى ان جاءت الحملة الفرنسية لكن طوال الفترة في العصر الوسطى كانت التفكير مستمر في عصر الدولة العثمانية التفكير مستمر لكن بدأ بشكل جدي شكل مهم جدا في عهد الحملة الفرنسية عندما وصل نابليون الى مصر لاحتلالها عام 1798 بعد ان بدأت الامور تستقر معه الى حد ما ذهب بنفسه ليكتشف منطقة قناة السويس في السويس او في المنطقة التي سوف ينشأ فيها قناة السويس وتوقيت سفره كان توقيتا مهم جدا حيث انه ذهب بنفسه مع مجموعة من رجاله ومن علمائه ومتخصصين في هذا الموضوع وخاصة المهندس لبير هذا المهندس شهير لهدور كبير جدا في المشروعات التي قدمت لنابليون بعد ذلك بهذا الخصوص واستمر ذهب توقيت كان 24 ديسمبر عام 1798 هذا توقيت مهم جدا انه في هذا اليوم هو يوم عيد الميلاد في التقويم الغربي ان يذهب في هذا اليوم في نفس الوقت كان يفكر في حملة على الشام ويذهب بنفسه الى السويس لاتشاف هذه المنطقة ويستمر هناك عشرة ايام وقام في عائلة في السويس اسمها عنصرة لمدة عشرة ايام يكتشف بنفسه ثم يترك بعد ذلك الامور والتقارير الى مهندسي او المسؤولين عن هذا المشروع ثم يرجع للقاهرة بعد ذلك يوم 3 يناير من الشهر التالي ويرجع لوبير ويقدم له الدراسات بعد عامين من الدراسات المستمرة على القناة ولكن في النهاية قدم لوبير المشروع الى نابليون ولكن اوصى ان البحر الاحمر اعلى من البحر المتوسط بمقدار 9 امطار او يزيد قليلا مما يؤدي الى غرق الدلتا ولذلك طبعا اغلقت هذه الفكرة او انتهت هذه الفكرة ولم ينفس هذا المشروع واترك الى حد بعيد بعد ذلك الان ينفس سما نتحدث في عهد سعيد باشر لكن عرض ايضا المشروع على محمد علي لكن محمد علي في البداية كان مرحب بالدراسات وجامعة السنسيمونين ترك لهم يعملوا الدراسات اللازمة لهذا الموضوع ولكنه في النهاية رفض المشروع وقال لا اريد بصفور اخر في مصر كان بصفور الذي عمل مشاكل كثيرة للدولة العثمانية لكن محمد علي رفض المشروع لأسباب ان الذي كان يقف ضد هذا المشروع هي انجلترا كما ان الدولة العثمانية ايضا كانت ترفض هذا المشروع وفي النهاية قال محمد علي قولته الشهيرة انه لا ينفس هذا المشروع حتى لو ترك الحكم على اساس انه كان فيه مشاكل ما بين الامبراطورية الروسية يميعة والناحية التانية من المضيق البصفور يعني مشاكل اللي كانت اصلا فكانتش متفائل هي المشكلة كمان بالنسبة له ما كانتش فيه مشروعات مستقرة على مشروع بين دي حاجة الحاجة التانية انه هو كمان كان يخشى تدخل النفوذ الاجنبي طيب ازاي ديليسيبس ايه اللي بقى يقنع الخديوي اسماعيل انه سعيد الخديوي سعيد انه هو يحفر هو الفكرة انه فيه علاقة ما بين محمد علي وماثيو ديليسيبس او ماتيو ديليسيبس اللي هو والد فردنان ديليسيبس صاحب المشروع اللي هنتحدث عنه دلوقتي العلاقة كان محمد علي ووالد ديليسيبس الوالد فردنان ديليسيبس علاقة صداقة الصداقة دي بين محمد علي وماثيو ديليسيبس قدت الى صداقة ما بين سعيد ابن محمد علي وفردنان ديليسيبس هنا البداية طبعا بعد ما رفض المشروع محمد علي وبعد ذلك عباس رفض فسعيد عندما تولى الحكم بعد مقتل عباس في قصر في بنها فعندما علم بذلك فردنان دي لسيبس كان ذهب إلى صديقه القديم اللي هو محمد سعيد باشا لعرض عليه هذا المشروع طبعا أهمه بأوهام كثيرة ولكن سعيد باشا من رجل كان يعني ما ندرش نقول عليه على أنه أغرق مصر أغرق مصر وهو أول من بدأ بالديون في مصر ووافق على هذا الفرمان بسهولة جدا لأننا كان عندنا اتنين فرمان فرمان أو نقدر نقول الامتيازين الامتياز الأول 30 نوفمبر 1859 والفرمان الثاني 6 يناير 1856 الأول 54 و 56 لكن الحفر بدأ 25 أبريل 59 الفرمان متوافق من 54 والتنفيذ بدأ 59 ففي مسافة التأخير أن الدولة العثمانية كانت ترفض المشروع إنجلترا كانت ترفض المشروع وبالتالي ديليسيبس كان يسعى سعيا حسيسا لدى إنجلترا ولدى الدول الأوروبية لإقناع السلطان العثماني بالموافقة لكن لما لا أرى أنه لا يوجد فايدة ديليسيبس بدأ الحفر في مجموعة بدأ عمل حفلة بسيطة في بداية الحفر الذي بدأ من الشمال في مدينة برصعي من مجموعة من مهندسيه ومستشاريه وبدأ بمئة نفر فقط من أبناء ضميات لبداية الحفر واستمر بالفعل الحفر رغم أن الفرامان الأول أو الثاني أو نقدر نقول حق اليمتياز الأول أو حق اليمتياز الثاني كان يشترط موافقة السلطان العثماني ومع ذلك استمر الحفر وحتى الافتتاح والسلطان العثماني ما وفقش على هذا المشروع أو وقع على هذا المشروع إلا بعد انتهاءه وافتتاحه طيب والخديوي إسماعيل قرر ان هو يكمل المشروع والدنيا اتوسعت جدا في عهد الخديوي إسماعيل ليه الدنيا اتوسعت كده في عهد الخديوي إسماعيل وقعدت العشر سنين دي هل كانت ممكن تبقى يعني اعتقد انه عياميها وكانت ممكن تبقى اكتر من عشر سنين في حفرها هي فكرة انه بداية الاتفاق مع سعيد باشا وفردنان ديليسيبس ما كانش عشر سنين لهو كان اهل من كده لكن نتيجة الظروف التي كان يعمل بها العمال في الصحراء الجرداء والبيئة اللي يرطب العي انا معنا صور ننزلها وصور للتكريك ايام زمان من 146 سن يعني مثلا الصور اللي عندنا دي الالات اللي ظهرت في عصر إسماعيل بعد تقليل عدد العمال اللي نحن عارفين من الفرمان الثاني الخمسة يناية كان يشترط ان العمال اربعة اخمس العمال من مصر وده طبعا نقدر نقول ان واحد ونصف مليون عامل شارك في حفر القناة من المصريين يعني نقدرهم ما فيش اسرة مصرية ما شاركتش في الحفر الاول بالصخرة او بغيره البداية كان الحفر نقدر نقول كان ليه بيحفر يسموهم المصريون الاحرار لكن بعد ذلك فيه الصخرة يعني نقدر نقول في سنة الف هيا نقول بس انو ميكانيكال دراججرز دراججرز اللي هي الكاركات اه دي كاركات حديثة كاركات كانت عديمة بقى ايامين اه في الفترة دي كانت بالنسبة في الفترة التاريخية الف وتنية اربعة وستين خمس ستين ستة وستين كان نقدر نقول لحد كبير حديثة في بغير الحفر كانت معدات بطيئة جدا فده عوض عدد العمال الكثيري اللي قدر عددهم بعد الحفر بزيطة كاركات ميكانيكية ميكانيكال دراججرز وإليفيترز روافع ومع العمال الماني والورق تمام فده قل العدد العمال بعد ذلك نتيجة لذلك احنا قلنا واحد ونص من العمال واحد مليون ونص من عدد سكان مصر من عدد سكان مصر شارك في الحفر اللي قتلوا او توفوا او استشهدوا وتحية لهم في هذا اليوم انه وصلوا من 100 الف الى 120 الف قتلوا في هذا الحفر طبعا الاعمال السخرة اللي اتعاملت ده برضو لآلات من الآلات الحديثة التي استعملت في عصر اسماعيل بعد تحكيمنا بليون وتقفيد ودفعت مبلغ 300 3 مليون جنيه او اكثر برضو لآلات حديثة ايضا بدأت في بعد ذلك لكن نقدر نقول سعيد توسع بعد وفاة سعيد نقدر نقول سعيد توفى عنده 42 سنة نقدر نقول كرة المنطقة الحفر وسط الى بحارة التمساح واكمل بعد ذلك اسماعيل لكن اسماعيل كان متحمس لهذه الفكرة اسماعيل كان ليه نظرة مختلفة نظرة اسماعيل انه كان عاوز يجعل من مصر قطعة من اوروبا او قطعة من فرنسا بصفة خاصة بحكم تربيته وهو عاوز يظهر قدام العالم لو انه طبعا ده لا يغفر السخرة طبعا الله يرحم كل المصريين لا لا طبعا ربنا يرحم جميع المصريين ده ايه لكن عادي اقول بس على فكرة اللي حفر قناة السويس من المصريين بس لانهم انا قصد انهم اتخذوهم اتخذوا من المناطق القريبة من القناة الفرما والمدن كتاعمية موجودة تقريبا كل المدن المصرية شاركت في حفر قناة السويس لدرجة ان سعيد باشا كان يذهب بنفسه الى الصعيد ليأمر المديريين اللي هم المحافظين دلوقتي اللي اكبار الاهالي الذهاب الى الحفر في منطقة قناة السويس طيب لو اتكلمنا عن الافتتاح الافتتاح كان ايانية زي ما حالك قلت ده مناسبة احنا قلنا ان خديو اسماعيل كان عايز يبقى افتتاح عالمي وقناة عالمية وكان متحمس جدا للموضوع ويمكن يشاء القدر انه من 146 سنة الموسيقار العالمي فردي كان عاوز يعرض اوبرا عايدة في الافتتاح وما حصلش وباذن الله في الحفر التاني النهاردة هيتعرض اوبرا اسماعيل في الافتاح قبل الافتتاح باربعين يوم بعد ما اطمئنا على كل شيء في مصر والمنصات والاحتفالات وكذا ذهب بنفسه الى دول اوروبا وعمل حوالي 300 دعوة من وراق سمينة جدا كلفت اكتر من 10 تلاف جنيه في هذه الفترة وذهب بنفسه لدعو الدول اوروبا حتى لم يدعو السلطان العثماني وهذا غريب عندما سئل لماذا لم تدعو السلطان العثماني هو صاحب الحق الشرعي في الحكم لمصر قال هو صاحب البيت فكيف ندعو صاحب البيت لزهاب لبيته طبعا هو كان عاوض يظهر قدام العالم بانه هو الرجل الاول في مصر وهو له الزعامة وله السيادة ولاخره لانه السلطان العثماني طبعا لو جيه كان موجود في الحفر طبعا هيبقى دوره اسماعيل دور سانوي ولذلك ذهب بنفسه الى دول اوروبا لتوزيع الدعوات وعندما جاء طبعا الدعوات كانت مهمة جدا لدرجة انه دعا طبعا يخت المحروسة تمام هنرجع ليخت المحروسة او النصر فعندما جاء من اوروبا وكان في تجهيزات تقوم في مصر على قدم وساق للاحتفال وكانت المميزة بصفة خاصة في هذه الاحتفالات دي المنصة الاحتفالة المنصة الرئيسية كان يوجد فيها الخديو اسماعيل والامبراطورة اوجيني اللي هي امبراطورة فرنسا والمنصة اللي على يمين بيوجد فيها رجال الدين الإسلامي واللي على الشمال يوجد بها رجال الدين المسيحي فطبعا اسماعيل في الافتتاح جهز نقدر نور عمل قصر مهم جدا للملكة اوجيني اسمه سراي الجزيرة على مساحة 60 فدان بلغ واشرف اسماعيل بنفسه على تأسيس هذا القصر وبلغ تكلفة هذا القصر ما يقرب الى 900 الف جنيه في تلك الفترة سنة 1969 بلاضافة كمان ان عمل قصر اخر باسم اوجيني في الاسماعيلية كما ايضا عايزين بس نوصل للتفاصيل بتاع الافتتاح عشان نلحق وقت الفقرة عشان نعايزين نتكلم عن زيارتك بقى للقناة فكلمني عن اوبرا عيدة وانها تعملت مخصوص للقناة وبسبب التأجيل اللي هيخليها من نهاردة يبقى حدث تاريخي انها تتعامل تعرض في الافتتاح التالي هو كان المفترض اهتبقى اوبرا عيدة طبعا نتيجة ذهب نابليون لفرنسا فكان عاوز يعمل كل حاجة يبهر بها العالم حتى انه فكر بعد كده مدرسة للسيدات للبنات لكن ما نفذتش في عهده نفذت في عهده ايضا لكن بعد فتاح قناة نفذت 1873 كان المفترض انها يبقى في اوبرا عيدة لكن نتيجة السرعة والاستعجال اجلت هذه الحفلة وبدأت باشعار فرنسية الحفلة وبدأت باوبرا اخرى افتكرك اسمها فيرجيني او حاجة تاني لكن ما كانتش اوبرا عيدة اللي نفذت بها هذه الحفلة لم يحلم فردي نادت عادة فرنسية لكن في الاخر المصريين ما كانتش بيقبلوا على هذه الابرا وكمان الابرا اللي كانت عرضت في تلك الفترة كانت عرضت في اوروبا فطبعا الزوار اللي جمع او الملوك والامراء اللي كانوا حاضرين هذا الفتاح مهتموش او بالموضوع كان يتمتعوا فاضلوا الزهاب والنزهة فيه القاهرة وزيارة الاثار افضل من الفرجة على هذه الوقت كان من قادة العالم والملوك جاءوا على ياخت المحروسة ايامية وياخت المحروسة على فكرة ووصل مبارح او اول لمكان الفتاح القناة عشان يشارك في الحفر التاني لقناة المدعوون اللي وصلوا لمصر قدر عرضهم من ستمية الى تمنمية لكن الحضرة بالفعل حوالي اربعين الف وفيه ناس رفق ما حضرتش الفتاح لظروف سياسية وفيه ناس جم من غير دعوات مين اللي جاء المحروسة؟ اه بس اللي انا عايز اقوله هنا اللي انا عايز اقوله ان فيه يعني مثلا امبراطورة فرنسا اللي هي اوجيني زوجها نابليون الثالث لم يذهب الى مصر لان الدولة العثمانية لان السلطان العثماني لم يحضر فعشان علاقات السياسية ما تتأثرش فبعت زوجته ووفد رفيع المستوى ولم يذهب ايضا ملك انجلترا لم يذهب ايضا لظروف سياسية حتى ملك اليونان او رئيس اليونان في تلك الفترة الذي كان بها عداء مع الدولة العثمانية لحد ما وكان اسماعيل يدعوه عند فيه السلطان العثماني رفض المجيء ايضا لكن يقدر نقول ان التكاليف اللي تكلفت اللي فتاح فقط فقط مليون وربعمائة الف جنيه لكلام ده سنة 1869 دا يا ميها برضو ما قلت ليش مين اللي كانوا على علامات المحروسة يوم لو احنا اتكلمنا على الافتتاح اللي بدأ يخت المحروسة اللي بدأ من بورسعيد طبعا كانت امبراطورة اوجيني برضو النمسا مسؤول امبراطورة النمسا ومجموعة كبار من امراء اوروبا ولكن الحفل بدأ من بورسعيد ذهب الاسماعيلية ووصل يوم 20 ديسمبر الى اسويس طيب عشان الوقتنا خلص لأسف مش عايز اختم قبل مسألك على زيارة حضرتك في اطار كان من ضمن عضاء المركز القومي للترجمة بالتعاون مع قصور الثقافة ممثلا في قصر الثقافة الاسماعيلية حضرتكو روحتوا من يومين يوم التلات وكان فيه مئدة حوار بعد كده انا عايز اعرف تعليق حضرتك سريع جدا في 30 ثانية عن زيارة حضرتك للمكان ده قبل 146 سنة لأيومين بالزبط حدك شفتو ازاي بسريع بعد ما كان فيه مئدة حوار في قصر الثقافة الاسماعيلية طبعا كانت ده مئدة حوار مئدة مستديرة بعاية المجلس القومي اللي الترجمة السيد الدكتور شكري مجاهد ومجموعة أساد زاء فاضل ذهبنا لزيارة القناة الجديدة لكن نرسم عنها تفريعة أو مثلا ده مثلا ده من ضمن المحاضرة دي رحلة الملوك اللي عملها إسماعيل ووسخ بها تاريخ الزيارة أو تاريخ الافتتاح طبعا فيه صور تانية موجودة في القناة الجديدة ده المكان ده الصورة دي كانت يوم الثلاثة اللي فات من موقع القناة الجديدة أيضا هذه الصورة خلفنا القناة السويسي الجديدة مجموعة هل شفتها ازاي شفتها طبعا أنا كنتش متخيل بصراحة مدى أهمية والجمال اللي احنا فيه بصراحة يعني نفخر نحن كمصريين بمثل هذه القناة أنا بشروح جدا على كل المعلومات اللي حضرتك والتهالنا بشكرك جدا دكتور رادي محمد جودة عضو مجلس إدارة الجنمية المصرية للدراسات التاريخية حضرتك نورتنا وقفتنا كثيرا بمعلومات شكرا فرح مشاهدين دي كانت نهاية فقرتنا وأعتقد أنه احنا اتكلمنا عن معلومات مهمة جدا تاريخيا زي يخت المحروصة شارك من 146 سنة وهيشارك النهاردة عن عدد الملوك والرسائل لجوم أياميها والنهاردة هنشوف وأعتقد أنه فيه مفاجآت في الحفلة تعجب الناس كلها افرحوا وافرح يا مصر شكرا للمشاهدة